اشتركوا في القناة كل سنة وتطيبين النهاردة نعد عد تنزلي رمضان تقريبا سبعين لكن قبل رمضان فيه مناسبة مهمة اللي هي نص شعبان وبتبتدي بقى الناس بعد نص شعبان دي تبتدي تلاقي كل واحد تبتدي جاهز نفسه رمضان اللي ناوي حط فوانيس اللي ناوي فابتر ناس اللي يعمل اعمل خير بقى يبتدي يحط نفسه كده اجندة ويبتدي يقول انا هعمل كذا في رمضان لان الخير في رمضان كتير وربنا بيجاز يعني ما ننساش ان الحكاية مش مجرد ان احنا نحط جدوى للتمثيليات اللي هنشوفها والتعزومات اللي هنعزمها او هنتعزمها لأ كل واحد يبتدي بينه بالنفسه ويشوف خير اللي عامله وياريت يكون الكلام ده بالاشتراك مع افراد الاسرة اللي قليلا ما يتجالسون ويتحدسون الناس كل واحد الوقت يقعد ماسك في تليفونه حتى اثناء الاكل لأ احنا عايزين بقى ان نتكلم شو كده مع بلدنا واخوتنا وحبابنا وذات الاطفال الجيل الجديد اللي يمكن لما تقول له عليها نصر شعبان اليوم الخميس الجهده ما بقاش عارف نصر شعبان ده مناسبة اللي تم فيها تغيير الابلة القبلة كان المسلمين بيصالوا قبل تغيير الابلة لبيت المقدس جي ربنا امر رسول عليه الصلاة والسلام ان يوصالي للكعبة هو كان عايز كده وكان نفسه كده والتغيير ده تم يوم تم يوم 14 يعني شعبان سنة اتنين في الهجرة والتاريخ ده مهمة قوي لازم يعرفه ليه لان ربنا عامل حسابه وعارف ان بعدها بشهر هتكون في غزوة مهمة قوي اسمها غزوة باتر شوية مسلمين والعيلين هيقابلوا كفار كتير لو تغلبوا دول كان خلاص خلص القصة الاسلام انتهت 300 بيحاربوا 1000 300 معهم حسانين وال1000 معهم 100 حسان فارق كبير كان ربنا عايز التلتمية دولكم ما فيهمش حد ضعيف الايمان فضعيف الايمان لما جي رسول عليه الصلاة والسلام تم تحوي القبل ايه يا رم ده احنا ملناش دهو بالدين ده ومشيه كويس هو كان ربنا عايز كده عشان يفضل الناس الجامدة اللي تحارب في غزوة بدر بعدها بشهر اه كل سنطيبين الليلة دي الليلة الليلة مباركة وربنا بيستجيب فيها الدعاء ونتمل ان شاء الله تكونها بداية بقى ان كل واحد كده يحس رمضان قرب وعايز يشمر عن عن ايديه ويحط لنفسه برنامج لانه ويل لمن ادرك رمضان ولم يغفر له موسم خير جاي كل واحد يبتدي جاهز نفسه ازاي يطلع منه باكتر فايدة ممكنة ربنا يتقبل منا جميعاً طبعاً كمان احنا مش بس دخلين على رمضان ادخين على الصيف ولما نقول الصيف يعني بنهتم جداً بالبشرة جلد بتاعنا ده يعني نعمة من عند ربنا ازاي بقى نيجي في الحر والرطوبة بتاعة الصيف والتلوس والتراب والعرق والحاجات دي كلها نحافظ على بشرة جميلة وجذابة ليه ليه البشرة بتاعتنا بتبقى جميلة وجذابة ان هي مهمة في دراسة عملت لما بتقابل واحد اول مرة تشوفه في حياتك بعد كده مش كلمت معاه المدة دقيقة ومش عايز تفتكره تاني بتفتكر 80% من العوامل اللي بتخليك تفتكره هي وشه شكله شكله يعني جلده كمان 15% من صوته و 5% من الكلام اللي احنا قلنا مع بعض يعني اللي بيخليك تفتكره اساساً هو شكله وشكله يعني البشرة بتاعته يمكن فيها بصور يمكن فيها لونها مش عارف اما زي ده فيها حفرة ده فيها جرح ده فيها نظارة ده فيها جفاف ده فيها اذا الاهتمام بالبشرة هو الاساس والجلد بالزاد بتاعنا بتاع الجسم ده حاجة يعني حقيقة احنا بن بنعتبره اكبر عضو في الجسم اكبر عضو في الجسم لانه لو جيبنا جلد الانسان تعرفين كده لما بيجيبوا جلد الخروف بعد ما يتدمح ويتزلخ ويتحط زي الفروح جلد الانسان لو جينا لو جينا فردنا الجلد على الارض كده هيغطي مساحة قدرها اثنين متر مربع يعني اثنين في واحد مفاحة كبيرة ووزنه صافي اربعة كيلو كل سنتي من الجل بتاعنا بيحتوي على عشر شعرات في المتوسط يعني عشر غده دهنية برضو وقريبا ميت غده عراقية ومش بس كده ده فيه كمان تلتميت خلايا عصبية يا خبر جلد ده بيحمينا واكتر حماية بيحميها الجلد من لها من حاجة اسمها الاشعة الفويل المنسجية الاشعة دهنة طيج من الشمس الاشعة دي لما بتوصل للجلد بتعجل بشيخ اختها لو تعرضنا للاشعة دي بالكمية قليلة ده شيء مطلوب حسنا عاد يفتكر يخاف ويقعد بالشمس ويقعد في البيت مطلعش خالص ده بتخلق بيتامين ده للي مهمة او اللي كان العظم ومهمة اللي كان تمثيل غذائي في الجسم تعرض للشمس جميل وحلو المبالغة في التعرض للشمس يا الوحشة خاصة في الوقت اللي هو ايه من الساعة 11 الظهر للساعة 3 العصر اكتر وقت بيكون فيه الأشعة فوق بنافسجية دي متركزة واللي هي بتأذي عشان كده اللي مبنون لأطفال بتوعناها بالذات دلوقتي مداخلين بقى على موسم البسين والبحر الوقت ده بالذات يقللوا التعرض فيه للشمس ولو كانوا عايزين يعني تيبوا لابسين مثلا تيشرت وقطنه ولا حاجة يحمي الجسم شوية او طبعا تتحط كريم الحماية كريم الحماية فيه غاية الهمية في الصيف كريم الحماية عزائي المشاهدين من الحاجات اللي لازم يكون مهتمين بيه وعارفين قواعد استعماله كريم الحماية من الشمس قد يكون كريم ده العادي قد يكون لوشن بالذات للاطفال قد يكون جل البشرة الحساسة في جميع الاحوال احنا بنبص على الرقم الرقم ده يساوي لو قلنا مثلا رقم ده تلاتين اللي هو المينموم ما ناخر سعملش اللي من تلاتين لو كان واحد هيطلع في وقت شمس اكتر وهيعرق ويعمل مجهود ياخد اكتر خمسين لكن تلاتين مناسب اول تلاتين دي يعني ايه يعني اذا كان الجلد بتاعي لو عدت في الشمس من غير حماية هيتحرق بعد خمسين دقيقة يعني جلدي جامد مجامدين يبقى لما حط عليه كريم الحماية يبقى هتضرب في تلاتين مرة خمسين في تلاتين مثلا لكن مش مهم احنا عايزين ناخد القاعدة الاساسية تلاتين على الاقل خمسين لو كنا هتعرض للشمس كبير وهنعمل مجهود وهنعرق كريم الحماية تحط قبل التعرض للشمس بنص ساعة ويجدد هتلاقي فيه انواع اسمها ووتر ريزيستانت وفيه انواع اسمها ووتر بروف الووتر ريزيستانت ده يعني اقل شوية بعد شوية المية هتوديه عن بعد لو نزل البحر ونزل البسين بعد شوية حط تاني وتحط كمية كبيرة متحطش كمية ليه لو بدلكه كويس عشان جلد يشربه ملاش علاقة اويش هنخش ده ولا صان بلوك دي قصة ملاش علاقة بيكو اوي لكن اللي هي منا ان احنا نبص على التاريخ الصلاحية بتاعتها اللي بيحصل احنا بنسافر المصرف ونسيبه هناك ونرجع مصرف ونرجع مصرف تاني ونرجع كذا وهو خلص يبقى لازن نبص دهما على تاريخ الصلاحية ونستعمله بالكمية المناسبة من غير تقصير يعني كمية كبيرة والاطفال بالذات والاطفال بالذات مهم قوي عشان هو بيحمينا من الاشعة الفوق بنفسجيه اه وغالبا بتكون اشعة فيه تلات انواع منها ايه وبي وسي سي دي خطر ما بتخشش في الغلاف الجوي طبقة الاوزون بتمنعها بالكامل ايه بتعدي عادة ان الطبقة الاوزون اللي تمنعها المشكلة في البي البي هي اللي خطر لكن طبقة الاوزون لما بتتأكل بتضعف حمايتها لنا يعني ايه يعني كل ما طبقة الاوزون بتاعت الخلاف الجوي تضعف بواحد في المية خمسة في المية بنزيد نزيد نزيدة نسبة الاصابة بسرطان الجلد تتخيلوا احصائيها دي تخوف مرعبة الانبعاس الحراري اللي بيحصل في التصور الصناعية في العالم كله بيؤدي الى تأكل طبقة الاوزون اللي هي بتحمينا من اشعة بي اشعة فوق البنفسجية بي كل ما تتأكل بواحد في المية نسبة سيادة في سرطان الجلد خمسة في المية طب واحد في المية دي كمية كبيرة بتحصلش لكل كام سنة لكن معناها ان المستقبل يخوف لو استمر تأكل طبقة الاوزون اللي همين احنا حاليا دلوقتي ان احنا بنحاول ما نتعرضش كتير لتخلى الاشعة فوق البنفسجية بي بالذات من الساعة 11 للساعة 3 نعمل حماية اكتر ونحط دايما الحماية بتاعتنا الكافية يبا احنا دايما مش خايفين خباكت انا بتعرض للشمس الجلد بيدافع عن نفسه لان دي حرارة داخل لو عايز يعمل حاجة فا اول حركة بيعملها بيحرك الخلايا اللي هي الملونة فتطلع على الطبقة السطحية من الجلد من العمق للسطح تقوم دي تتعكس الخلايا الشمس بتاعت الالترو والد بحيث انك تسمر شوي اللي هو بيسموه التان التان دا طول عمره كان صفة تتمثل الطبقة الكادحة ولا مكنش فيها اي مظهر جمالي لغاية ما جي واحد اسمه كوكوشا نال في فرنسا من كام سنة في العشرينات وراح جاب الموديلات بتاعته وراح خلاهم بوقتان شابه تلتان شكلها لطيفة الناس بتتحبها تقولك عايزة اخدتان لو الواحد اتعرض للشمس اكتر شوية وبالجلد بقى يزود عدد الخلايا اللي بتسبق المسبغة دي انتو بيزود الحماية اكتر يمو السمر يزيد يعض اشهور لو هتعرض بسيط تتسمر ويحصل لتاني يوم ولا اتنين وخلص ترجع تاني الخلايا اللي كانت بغمقه دي ترجع تاني لعمق الجلد يرجع جلد فاتح تاني لو تعرضت فتة طويلة طوصل العدد اللي دعهم يزيد مش بس مكانهم وبالتالي يفضل السمر فترة طويلة الشمس دي اول عدو لنا عشان نحمي نفسنا منه معنا مادام هودة تفضل يا مادام هودة الو هاي صباح خير صباح خير يا فاند منطلق يا دكتور عنا بيطلع لي حوالين رقابة الزوائد الجلدية وحمل نير كتير في الصيف يا طرد يا لك ايه اوكي شكري مادام هودة والف سلامة ليكي الحام و نير ده بيبقى نوع من انواع حاجة من العرق بيتراكب بالطريقة مختلفة شوية بنتيجة انه هو في كسرات في الجلد او مفيش تنظيف كافي اه وعلاجه الغسيل بانتصام يعني الواحد ما يسيبش الحتة التارع كتير واذا كان فيه حساسية بالنوع معين حاجة يحط كريمات ضد الحساسية في الموضوع ده الزوائد الجلدية دي احنا بنعتبر انها التهاب التهاب فيروسي خفيف في الجلد بيعمل اه اه خلاج طبقة السطحية بتاع الجلد بتحصل لها تمدد او بتحصل بالنوول يا زيادة شوية واخد يبقى انها بتاعدي نفسها يعني دي تاعدي دي تاعدي تنتشر فتتشال اول باول الزوائد الجلدية دي بالكهرباء كل اطباق الجلدية والتجميل عندهم حاجة تخليها تشيلها لك في دقايق يعني بس خد يبقى انك بعد فترة تحتر تاني كان لسه فيه المنطقة هتطلع فيها ما كانتش زهرة فنبقى نعملها تاني لغاية ما تططل تطلع خالص تاني عدو عايزين ناخد بالنا منه هو الجفاف يعني محصلش جفاف للبشرة شرب مياه كافية كتير في الصيف اه تلاتة لتر في اليوم تمانية كوباية تمام كوبايات المية بتساعد وبتغسل وبتنشط وبتخلي فيه ترطيب داخلي للجسم بحيث محصلش جفاف طبعا داخلينا على رمضان وفترة الصيام في الصيف تعريبا 15 ساعة كل يوم فكل واحد ياخد باله في الموضوع ده انه التعرض للشمس يكون في اقل الحدود خاصة مع الصيام الغذاء المتوازن الغذاء المتوازن ما ننسوش الجلد عايز A B C فيتامين A في البيض وفي اللبن فيتامين B موجود في السمك في الخراخ في الخضروات وفي البلح فيتامين C البلح في رمضان كتير فيتامين C طبعا في الموالح والموز والجوافة بنزود عليهم كمان حاجة اسمها الأحماض الدهنية الأساسية يبقى معلقة خل بلسامي وخل معلقة زيت زتون كل يوم يتحطوا الخل بلسامي فيه مضادات للتأكسد لأن مضادات التأكسد ايه من ضمن الحاجات اللي بتحصل من الشمس لما بتحصل ومن التدخين اللي هنتكلم عليه دلوقتي تراكم مواد اسمها الأحماض الـ free radicals ناتجة من مكونات التمثيل الغذائي في الجسم وفي الجلد تتراكم بصورة مؤينة بتؤدي إلى تدمير الخلايا اللي بتصنع كلاجين بتاعنا شيخوخة مبكرة للجلد بالتالي إذن الحاجات دي زي الخل بلسامي وحاجات هنقولها حالا مضادة للتأكسده مهمة أولا مضادة للأكسده بيفيد يعني هو الخل بلسامي زائد زيت الزيتون فيه الحاجات دي لو خدناها بانتظام بيتامين اي و بي و سي متنازق كمية متوازنة زائد الإسانشال الفاتي يبقى نضمن ان جلدنا بياخد حاجات مغزية كافية تدخين هنتكلم عليه بالتفصيل بعد ما نشوف مادام سامي تفضلي مادام سامي حالو الصباح الخير يا فندا لو سمحت انا تلعلي كده من شهر بقى بيضة في أورتشير جمزة جدور الشعر كده من تحت جدور الشعر على طوز فروت الدكتور قالت ليحطش برها من مد الشهرين بس انا بحط مرها من اقتضام يومين في بارتان في اليوم هل شخصتها لك بوهاء مثلا ولا ما قلت ليكيش لا مش بوهاء الابيض ده لونه لبن انا مش لبن يعني افتح من بشرة شوي طيب هل هل في تسقط في الشعر معها في المنطقة دي لا 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 مفيش هو مشك عند الشعر هو تحت تحت الشعر على كلها في الاول الغورة من فوق طيب احنا اعتقد انك محتاجة ان شوفك مدام سامية دكتور امراض جلدية بص عليكي كويس لانه احتمال يكون حساسية الحاجة معاينة استعمال بارفان مثلا على حاجة او كريم او حاجة يمكن ساعات لها يستعمل كلمات بطريقة خاطئة بيكون ده السبب انه رد فعل الجسم يحصل ان اللون الفاتح ده يظهر محتاج ان تشاف لازم مقدرش من الشافة كده اعيسال لكن طالما ان هو مش بوهاء حتى لو كان بوهاء اللو علاج دلوقتي لكن متخفيش يعني ان شاء الله التدخين فيه ناس كتير اقوي الحقيقة بانا بزعل لما بشوف الناس المدخنين كتير وبيزدادوا والستات بالذات لان جلدهم كمان اعرق يعني بيتعرض لمشاكل التدخين اكتر فيه ناس بتتخيل ان التدخين ده بالصحة عموما وخلاص لكن الجلد ده حاجة تانية لا هو الجلد السليم من الجسم السليم الجسم اللي بصحة جيدة هينتج جلد متقلق ونضوة ونضارة وفي نضارة وحلو جميل غير كده ما نعرفش التدخين ما تشكله كتير جدا السجاير فيها اكتر من 4000 مادة كيميائية مختلف تخيله رقم مرهب يمكن عشان ده مفات كان اسمها تكسر حاجات كتير اقوي في الجسم التدخين بيديق الاوعيات الدموية بما فيها الاوعيات الدموية اللي رايح لجلد يبقى الاكسوجين اللي هيوصل لجلد والمواد الحيوية اللي الجلد محتاجها اللي احنا لسه وصفين لبقتي الجلد نصير جدا اكبر عضو في الجسم مساحته اربعة اتنين متر مربع وزن اربعة كيلو كل خليه كل سنتيمتر مربع ما فيه عشر شعرات وعشر خلايا دونية ومئة خليه عراقية وتلات تلاف خلايا عصابية قصة عايز دم كتير التدخين بيقلل الدم ده وبالتالي بيقلل وصول المواد الحيوية اللي لازمة للتمسيل الغزائي بتاع الجلد الجلد يضعف مش مست كده ده كمان مع التراكم ان الجلد ما بيروحوش در دموية وكيسة بتتراكم الخلايا المؤكسدة اللي هي بتضر الجلد تبص تلاقي واحدة عندها تلاتين سنة واحدة ما نفتكير عندها خمسين سنة لانه مع الوقت بيفقد الجلد المرونة بتاعته بيترخل بتحصل شيخوخة مباكرة وتظهر بتاك عيد اذا الجلد بيشيخ اسرع بالذات في المدخنات استدخنات ستات اكتر لان الجلدهم ارق وعمين بقى دلوقتي يشربوا شيشة كمان اكتر مشيخ لانا اصلحة بتوصل لها واحدة بتدخن بتشربشه ماء كتير بتاكلش كويس وكمان الايجاد بتعمش كفاية وبعدين طبعا الجلد بيشيخ بصرع طب نعمل ايه بقى لناس المدخنات دي بالذات الستات المدخنات فيه نصائح عامة مهمة جدا لازم نقوله خليكم معنا بعد الفاصل هنقول كمده موسيقى اهلا بكم رجعناك تاني بعد الفاصل في برنامج المتحدث فيه النهاردة عن العناية والنظارة البشرة خاصة في الصيف الواحد ده بيحط مكانه بيحط نفسه مكان مشاهد قناة الحياة في برنامج العادة بيسعد لانه عندك فرصة كل يوم تشوفوا دكتور ودكاترة كويسين بتكلموا على مواضيع عامة بدون ما يكون فيها دعاية وده مهم قوي يعني ما فيش حد من الدكاترة اللي اواخد فلوس ولا دفع فلوس فمتكلم عشان خاطر بمصلحة بتاعتكم لا هتلاقي اسمي طالع بتليفوناتي ولا تعال لي وانا احسن واحد ولا هقولك اشتري المدج الفلاني والشركة دي هاي اللي عاملة رعاية لي وعده اقولك كريم الفلاني حلو قوي وده كويس اول دكتور فلان روحوله ده مش عرف ايه كلام ده كله باكش احنا الحمد لله احنا مش كده حظوكو كويس يعني احنا كويس احنا نتعام مع بعض قبلنا كم سنة دلوقتي وده حاجة الحقيقة نسعد بها احنا شخصيا يعني اذا لو كان اه المدخن او مدخنة احنا احنا متكلم بقى على الستات بالذات اللي عايزين نظارة البشرة اه التوقف عن تدخين مهم اللي لعناب البشرة وخاصة احنا متكلم على الصيف يعني اه اذا مقدرتش تتوقفي فبلاش موضوع ان الواحد يكون موضي كده وحط صجاره ببقه وبيتكلم على بيلعب على الكمبيوتر او بيكتب او حطلط في ايده كده وبيكتب الدخان المتصاعد ده واحنا وردنا ان فيه موضة كيميائية وخاصة انفورمالضاعد للجلد بيمتصه ويخش يبوز خلاك جلد وده من مشاكل التدخين السلبي واحد يبقى في حتة فيه ناس بتدخن جلده هيتأثر بلاش الحركة دي وتبص تلاقي انه خاصة لانها بتيجي الدخان على الوش يجي حوالين العين وحوالين البقل اكتر حتة بتتأثر في المدخن احنا عموما الواحد لما بيشيخ بيشيخ بدري في الحتة اللي بتتحرك عضلاتها كتير تفتكروا اي اكتر حتة بتتحرك عضلاتها في الوش اكيد العين احنا بنرمش كم مرة كل ثلاث سواني مرة يعني في المتوسط كده عشرين مرة في الديئة يعني في الساعة الف ومثين مرة كتير لو قلنا صحين كم ساعة في اليوم يعني نتكلم في عشرين الف مرة في اليوم يحرك المنض jeg بالتهم قوي فاكمان بننصح انه لو الواحدة عادة عجالها ناس مدخنين في البيت وبندخانه بنحط حاجة تمتص ريحة الدخان حسنا حاجة حاجة شمع لو حطين كم شمع كده من نورين مولعين يعني الشمع بيمتص دخان السجاير ويقلل كمال الاثار الدرة بتاعته المدخنات بننصحهم بحاجة عشان خاصة موضوع الشفاف اللي بيحصل فيه الخطوط مبكرة نتيجة التدخين احنا قلنا بالجلد رؤية والتدخين لما بيتجمع مع الدورة الدماء اللي بتقلم مع الفري راديكلز اللي بتتكون يعني التدمير لخلايا الكولاجين والخلايا المرنة بتاع الجلد يفقد المرونة والتجايد المبكرة ويترحل فالتمرين اللي دايما بننصح به بنعمل الصابع كده على الشفاف تلاتة من كل ايد على الشفة العليا وندغط برفق لمدة تلاتين ثانية كده فام كده يوم ده بيخلي العضلة تبقى متنشطة لكنك بتعملها عليك طبيعي تملى تم العضلة محصلش فيها دمورة ومتدخل والجلد نفسه يبقى فيه قوة ومرونة اكتر شوية فيه ناس ثانية بتنصح بتمرين كده ومتصف شفت عشر مرات تتكرر كده كل فترة بحيس انه تدي آآ تنشيط آآ الرياضة مورسة الرياضة بانتظام بتنشط كمان الدورة الدموية تخلي الجلد يجيله دورة دموية واكسجين ومودة حيوية اكتر آآ انما آآ فيه حاجات كمان طبيعية فيه ماسكات بننصح بيها هي طبعا كويسة للناس كلها لكن بالذات في اللي بيدخنه الماسك بيبقى على ثلاثة اغراض يعني الماسك الاولاني الغرض منه هو الترطيب الترطيب العميق الترطيب الفعال فبنيجي عايزين نعمل الماسك مرتب للعين للوش كله للبشرة كلها مرة كل اسبوع فيها اسمها الافوكادو صمرة الافوكادو دي من حاجات اللي بتحتفظ بترطيب عالي جدا للبشرة هنجيب صمرة افوكادو كاملة بتتباعها الفكهنية عادية مش عالية يعني بتحط عليها معلقة عسل وتتضرب في الخلط وتتحط قناع على الوجه المدد بيحط كمان حاجة يعني لوز لوز مطحون بضرة اللوز كده يتطحن كويس وتحط معها معلقة كبيرة مع صمرة افوكادو مع معلقة عسل كبيرة اا ممكن يتحط معهم الشيء يخليهم يبقى سائلين اكتر شوية لو شوية لبن مثل ما حاجة لكن مهم يتضربوا كاس خلط حط المسك ده على الوجه المدة ربع ساعة او تلت ساعة تحسي فارق جامل جدا لانه بيرطب الجلد المية اللي موجودة في العسارات دي بتخش بتتخلى الخلايا بتاعت الجلد تخلى الجلد فيه رطوبة ترطيب عميق مرة كل اسبوع المسك التاني هنسميه المسك مضاد للتاكسد فهيتعمل بان احنا نحط مع الجلد بتاعنا اا حب الطماطم سمر الطماطم واحدة ومعها معلقة عسل كبيرة وعصير برتقالة المسك الاولاني كنا بنحطه عشان بتكتبه ورايا نعارف افوكادو وعسل ولوز مطحون وشوية لبن ده الترطيب المسك التاني اللي هو مضاد للتاكسد يعني التخلص من المواد المؤكسدة الزيادة اللي بتتجمع في الجلد نتيجة تدخين بالزات هنجيب قطايا طماطمية مع معلقة عسل كبيرة ونحط عليهم عصير برتقالة برتقالة معصورة نحطهم اضربهم في خلطهم نحط برضو ماسك ونسيبه رجع ساعدة يتعمل مرة كل اسبوعين المرتب كان مرة كل اسبوع المسك التالت اللي هو انا بعتبره في غاية الاهمية الديتوكس اللي هو التخلص من السموم في الجسم ده احسن حاجة بتعمل ديتوكس في الجسم اللي ربنا خلق لنا حاجة جميلة او اسمها البقدونس هتجيب ربطة بقدونس وتفرميها تتفرم تبقى زي ايه ورق مطفرم هنحطها في مية مغلية ونسيبها كده ربع ساعة لما تبرد خالص هناخد البقدونس اللي هو المفروم ده نظبطه كده ونشطفه واتحط على الوش تحط 17 دقايه بعد كده نشطفه بالمية اللي كانت بيغليه فيها البقدونس يعني نشطفه ونحط المية كده عليه نبله كل شيء وفي الاخر نشطفه كمان 10 دقايه وخلينا نشطفه خلاص التلات مسكات دول واحد للترطيب هيتعمل كل اسبوع واحد مضاد للتأكسد كل اسبوعين والديتوكس الاخيرين بتاع البقدونس ده مرة في الشهر يبقى على الاقل طوان زي ما قدرناش نبطه التدخين يريتنا نبطه التدخين يبقى على الاقل اللي بنحافظ على بشرة فيها ترطيب وبتخلصنا من ود المؤكسدة اللي زيادة بتكون في جيل نتيجة التدخين والثالث اللي هو بيعمل ديتوكسيكيشن تخلص من السموم كمان زائد التمريرات اللي قلناها زائد الاهتمام بالتغذية والاهتمام بشرب الماء الكافية والحماية والرياضة وأخيرا تنظيف البشرة اللي هو مهم جدا بقى للناس كلها سواء كانوا بيعملوا التدخين ولا لا التدخين التنظيف البشرة الحماية بتاعت البشرة عموما احنا اتفقنا هما ثات حاجة التنظيف زائد حماية زائد ترطيب لو قدرنا مسلس ده نحافظ عليه كويس ان البشرة تبقى دايما نظيفة البشرة تبقى دايما محمية من الشمس وان البشرة تكون دايما مترطبة فيها رطوبة كافية الترطيب بتاع البشرة احنا اتفقناه من الاكل والشرب الكافي والتغذية المناسبة والاهتمام باستعمال مرتب مناسب للبشرة اللي بيناسب البشرة جافة غير اللي بيناسب بشرة دهنية مرتب جيد يعني احطه يحس ان في بشرة نعمة ما حسش ان فيه مدهن بعدها مرتب لازم يتحط بدرجة مناسبة يعني ما يحسش فيه جلد جاف لان الجلد جاف لما الواحد بيجي نظف بشرته مثلا بصابون في مادة قلوية فيها عنيفة جدا بتخلي كل الزيوت اللي موجودة على البشرة دي تدوب الزيوت دي مهمة قوي الجسم بيفرس احنا قولنا كل سنتي فيه عشر خلاة دهنية بتطلع مادة زيتية تقفل المسافات اللي بين الخلاة جلدية السطحية الخلاة جلد السطحية دي اشور لازق على بعض لما تيجي كانت تديها طبق نعمة من الزيت تخلي جلد البشرة بتاعتك نعمة وحلوة لو الزيت ده راح نتيجة ان البشرة بتاعتك جافة قد يكون سببها التعرض للشمس كافي مفيش مية كافية باشربها بتعرض للشمس بطريقة غير بدون حماية نتيجة ان البشرة فيها مرض بيخلي فيها جفاف استعملت مواد القلوية جمدة اوية صابون ناشف البشرة تحس الجلدة مسدود تحس جلدك مشرخ ناشف فاستعمال المرتب بيحافظ على حيوية ونعومة البشرة والحماية بتاعتها بتزيد يعني الزيوت اللي الجسم بيفرزها في الخلاة الدونية دي بتحمي البشرة بتحافظ عليها سليم يبقى التنظيف بتاعنا لما نيجي ننظف حاجات اللي بتنظف البشرة كتير ممكن يكون صابون بس معادل درجة القلوية بتاعته مزبوطة لنوع الجلد قد يكون لوشن قد يكون فوم زي اللي اعملوا اشطفه في الاخر بعد ما بننظف بنعمل تونر التونر ده جميل اوي لانه بيقفل المسام الجلد المفتوحة بيخلي الجلد يستعد احسن لاستقبال المرتب يبقى ترتيب الاحداث وتنظيف بالتنظيف بالمادة المناسبة استعمال التونر عشان يقفل المسام ويمهد لاستقصاص المادة المرتبة ثم ترتيب الجلد بالمرتب المناسب وفي كل دول لو كنا هنتعرض لشمس يبقى نستعمل حماية مناسبة للشمس زي ما اتفعنا من شوية بتاعت حاجات دول تنظيف وحماية وترطيب يمثلوا الاساس للعناب البشرة في خلال الصيف وبالذات خاصة في المدخنين وقلنا الواتقات اللي احنا بنحب نستعملها مع استعمال الرياضة المناسبة اه يا ترى اه احنقدر نعمل حاجات تانية اكتر من كده خاصة في فصل الصيف احنا لسه نتكلم حاجات مهمة او في مشاكل بقى بتاعكم في المشرة خليكم معنا بعد الفاصل هنتكلم معنا اهلا بكم ارجعنا لكم تانية بعد الفاصل وبرنامج الحلقة اللي متكلم فيها على كفاية الحفاظ على نظارة وحيوية البشرة خاصة في فصل الصيف من ضمن الحاجات اللي بنتكترسة عليها الاجهاد ما نعملش يعني لازم الواحد عشان يحفظ على بشرة كويسة يبقى فيه ساعات كافية من النوم الايجاد بيعمل لخبطة في نظام هرمونات الجسم بالبلد كده بيبوز حاجات كتيرة بالتالي ممكن تلاقي الناس اللي نطعمش كتير هتلاقي لها حبوك شباب نشوفها كتير الكريم الكافيين التقليل من الكافيين برضو من الحاجات اللي هي بتحسن الحال اللي جمت السيركليشة متاع الجلد وندورة الدمية تبقى حسن انا حسن الموضوع محتاج تنظيم شوية العناية البشرة اليومية بتاعتنا عايزين نلخصها شوي تنظيف البشرة اساسي خاصة من الميك اوب ما تنامش واحدة ويعمل ميك اوب وتنام بيه اللي هتستعمليه في التنظيف هيكون مناسب لنوع البشرة والمواز بعد مش بس نتكلم مع الستات رجالة نفس الشيء بس جلد الرجالة ادخن محتاج برضو عناية بل تانية فرزات الدهونية بتاعته اكتر بعد ما نعمل التنظيف هنعمل التونر عشان نزيل اثار المنظف ونقفل مسام الجلد وننضبه لانه يحط مرطب الترطيب هو كلمة السر الاساسية استعمال مرطب ومناسب لنوع البشرة كريم للبشرة الجافة لوشن الكمبينيشن خاصة حتة الدهونية دي وجل البشرة الدهونية الحساسة الترطيب مرتين في اليوم بانتظام كل واحدة بعد سن العشرين لازم تنتظم في استعمال مرطب والمرطب ده كمان بقى فيه نوع انواع كتيرة فيها كمان الحماية بتاعت الشمس SPF 15 الى 30 مناسب كويس يبقى بنعمل فايدتين في نفس الوقت كل ما الواحدة تكبر في السن يجي بالليل نحط بقى كمان كريم يعمل تأشير سطحي تأشير سطحي اللي هي احماض الفواكه الالفا هيدروكسي تتاخذ بالليل تجدد الخلاية بتاعت البشرة طول ما تنايمة مع كل الحاجات دي اللي هو التنظيف والترتيب والحماية نعمل ماسك مرتب كل اسبوع ماسك مرتب اللي قلنا عليه الافوكادو مع اللبن مع معلقة العسل فيه ناس بلاش ياسي دي يحط ممكن يحط جزرة مسلوقة بيحط حال دي ممكن كمان المسك بتاع التأشير اللي هو ممكن يجيب لنا نعب كده ستة حبات فراولة هتحط معهم روز من خشن يعني ويتعمل يتفرج به الوش كده مرة كل اسبوع حاجات الطبيعية مع طبعا الغذاء النظام الغذائي المتوازن يبقى العملية تبقى الممارسة الرياضة والإقلال من التدخين شوفت النهاردة الحالة النهاردة انا ركزتها على مدار التدخين لان انا شايف ان هو اهم سبب للشيخوخة المبكرة للجلد اللي احنا بنحاول ان احنا بنحافظ على حضراتكم ونحميكم منها الناس بتاخد التدخين ببساطة وشي دي وده ماذا لا هو بيدور الصحة عموما وبالتالي الجلد ممكن يكون كويس منظري كده هجيلكو تاني لسبوع جاي لان انا بعد اسبوعين هكون مسافر ان شاء الله وبعد كده عندنا عجازة في رمضان مش ماقولها مش ماقولها سيبكوا طول شهر رمضان كمان ويرما شوفكوا فان شاء الله هنتقبل تاني الاسبوع الجاي كل حاجة في الدنيا لو قسمناها على اتنين بتنص الا حاجة واحدة هي السعادة كل ما بتشاركها مع الاخرين بتكسر بتجديد عملوا تجربة مع قبيلة بداية في افريقيا جابوا اطفال صغارين وحطوا لهم ثابت كبير في فاكهة حلوة عند الشجرة اللي هيروح الاول هيبقى احسن واحد عندي له جايزة العادي طبع ناس تجري وبتبع لا نروح ويتمصفه فوق الاطفال كلهم مسكين في ادين بعض وراحوا كلهم مع بعض الغاية ما وصلوا لفاكهة بكلهم خدوا جايزة ناخدها كلنا قالهم اللي اعملتوا كده اجوابهم بكلمة اللي بقت شعار للسعادة على مستوى العالم كلها اوبونتو اوبونتو يعني انا اكون عندما نكون انا امتي ان احنا اكون عمل جماعي مع بعض انا اكون عندما نكون كلنا مع بعض فاوبونتو دي بقى اصبحت معنى مهم جدا انه اسعاد الاخرين بيخلك انت اصلا كمان سعيد السعادة بتزيد امتها لما نرسمها على بعض مش زي حاجة اعسمناها على اتنين خدتنا نص انت نص لا دا لما زودناها معنا وبين بعضنا كلنا استفدنا يا رب دا يكون شعارنا بقى خاصة في الايام اللي احنا دخلنا عليها محتاجين نتعاون وكلنا نعمل مع بعض بكرا ان شاء الله حلقتها مع الدكتورة سالي صفط وان شاء الله هشوفكم ان شاء الله الاتنين الجاي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة